صورة انا احبها دائما كثير احنا كلتنا يعني كمسيحيين في العالم نرسم صورة اليسوع مثل هذا البازل يعني احنا كل واحد بينا هو قطعة من هذا البازل فلو كل واحد بينا قعت في مكانه صح رح نعكس للعالم الصورة الواضحة الغير مشوهة للرب يسوع لكن لو كل واحد فينا حاول ياخذ احسن مكان في الصورة او يعني الابرز مكان بالتالي ما رح ياخذ مكانه في اللوحة رح يكون صورة مشوهة يعني صورة اليسوع رح تكون مشوهة لانه كل بازل ما يكون قاعد مكانه الصح حتى نقبل نقعد مكاننا صح نحتاج انه نتواضع ونعرف ماكوش شيء لنا اذا احنا كنا عندنا موهبة او عندنا حكمة او عندنا مهارة فهي كلها من الرب من عنده حتى نخدمه بيا يعني لانه نحن به نحية ونتحرك ونوجد بينه انا خرجت من يعني عريانة لأتيتم بطن امي عريانة نعود يعني مثل ما جينا طفل اموت انا يعني ما عندي شيء فاذا كان عندي علم او عندي حكمة او عندي خبرة او مهارة فهي الله يعطيني اياها كوزنة حتى استخدمها من اجل الاخرين ومن اجل ان يتمجد الله في حياتي لانه هكذا يرون اعمالكم الحسنة ويمجدوا اباكم الذي في السماوات وحتى الاعمال هي ترى مو اعمالنا لانه قول نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فاعدها كي ما نسلك فيها يعني حتى العمل هو مو عملنا هو الله اعده احنا فقط لا نسلك فيه حتى نسلك في هذه الاعمال فأي فخر ما عندي واي مجد ما عندي ولا اي امتياز ما عندي صاحب الامتياز وصاحب الفخر وصاحب المجد هو يسوع فلو انا مسيحي اعرف هاي الامور واخذ وضعي الطبيعي في اللوحة العالم رح يشوف صورة واضحة لشخص رب يسوع عن يسوع اشتركوا في القناة